بحث آلية تعمل على انتظام قوة الطيار الكهربائي ما بين محطات التوليد والمستخدمين وتقديم حلول من شأنها توفير الطاقة جديد ما قدمه مؤتمر المجلس الدولي للشبكات الكهربائية الكبرى سجريه والذي انضمت مصر لعضويته منذ ثمانينيات القرن الماضي المؤتمر كشف عن مجموعة من المدخلات الحديثة على قطاع الكهرباء المصري من أجل تطويره المؤتمر ده حي يدخل على الماركت هنا آخر حلول تستعمل في العالم أولا أثبتت نجاحها أثبتت عن طريق الخبرات أنها ممكن تستعمل هنا في مصر عشان ترفع مستوى الطاقة وتحسن الستابيلتي في الشبكة وزارة الكهرباء المصرية أكدت خلال المؤتمر أهمية تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التي يتم انتاجها حاليا وأيضا المتوقعة من الطاقات المتجددة لسيما مع دخول مصر في جيل الشبكات الذكية نقل نورية في مقابل المنطل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي وهي تعتمد بشكل كبير على استقلال موارد الطاقة المتجددة وضعفية الاستقلال الأمثل من الكهرباء وتقليل تكلفة إنتاج ولا يقتصر دور السجري على تقديم الحلول والمقترحات فقط بل من أهم أهدافه تبادل الخبرات وعرض آخر الأبحاث العالمية في قضاع الكهرباء هدف السجري تبادل الخبرات بين كلها في المجالات اللي هي مجالات الشبكات القهربية كل ده استفادة جنب الندوات التعليمية اللي هيلقيها الخبراء اللي جايين من السجري الدولي من اليابان من ألمانيا من أمريكا من فرنسا في حد جاي من الهند الحقيقة ده كله هيكون مفيد في معرفة ايه اللي هيحدث للشبكات الزكية المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات التي تتضمن الفرص والتحديات لشركات الكهرباء المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية فضلا عن دمج الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية والربط الكهربائي العالمي كما تضمنت فعليات المؤتمر إقامة معرض دولي للشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة المهمات والمهدات الكهربائية إيجاد حلول غير تقليدية لمعضلة الفجوة بين تلبية الخدمة لنقل الطاقة الكهربية من مواقع توليدها إلى مستخدمها هدف يقول القائمون على قطاع الكهرباء إن تحقيقه ممكن من خلال مواكبة التقنيات الحديثة كاستخدام الشبكات والمحطات الذكية من مؤتمر السجريل محمد العارف النيل مشاهدين الكرام أجدد التحية بحضرتكم في وقفتنا الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة وموضوحها كما تابعنا في التقرير السابق مؤتمر الشبكات الكهربائية الكبرى هذا المؤتمر الذي افتتح بالأمس وهو تحت عنوان مستقبل شبكات الكهرباء التحديات والفرص للقراءة في هذا الملف والتعرف على المزيد في مجال الكهرباء والطاقة يسعدنا أن ينضم إلينا في هذه الوقفة الحوارية الدكتور ماهر عزيز الخبير الدولي في مجال الطاقة أهلا بك يا فاندب دكتور ماهر في البداية كلمة ترددت كثيرا في التقرير السابق يمكن مجهولة بالنسبة للكثير مننا هي السجريل ايه هو السجريل؟ السجريل هو منظمة دولية لشبكات القوى الكهربائية نعم تأسست من عشرات السنين وهي لها مؤتمر دوري وهذا المؤتمر يجمع أقطاب الطاقة الكهربية العاملين في مجال الشبكات والتوليد الكهربي على مستوى العالم كله نعم هي مؤسسة بتدعم البحوث والتطوير للشبكات الكهربية في العالم كله ومجموعة البحوث اللي بتصدر عنها سواء بسبب عقدها للمؤتمر السنوي لأن مؤتمرها يتقدم إليه بالبحوث كل خلاصة العاملين في هذا المجال في العالم نعم وبالتالي هو يصبح السجريل منبع لأعمال التطوير للشبكات الكهربية في العالم كله مؤسسة من خلال أبحاث علمية وأبحاث تطبيقية وأبحاث سيرفاي بتبقى موجودة مسحية بتناقش المشكلات بتناقش التحديات بتناقش العقد الفنية إذا وجدت علشان تجد لها منفذ وبالتالي مع كل مشكلة فنية يتم حلها من خلال الجهد العلمي بتتفتح أفاق جديدة ومن خلال السجريل الحقيقة حصل تطوير لشبكات العالم الكهربية بشكل جيد جدا وهو يتابع هذا التطوير مع كل مؤتمر جديد هو المؤتمر بيعقد مرة واحدة سنويا؟ أنا الحقيقة تخني الزاكرة إذا كان كل ثلاث سنوات أو كل سنة لكن أنا لاحظته في الفترة الأخيرة أنه تقريبا بشكل سنوي بيتم عقده في مثلا منظمة زي مجلس الطاقة العالمي اللي بشرف بعضويته مجلس الطاقة العالمي يعقد مؤتمره كل ثلاث سنوات وهو يتحدث عن كل أنواع الطاقات ليس بالضرورة إحدى أنواع الطاقات لكنه يتحدث عنها جميعها فهو مؤتمر السجري هو المؤتمر الدولي لشبكات القوى الكهربرية في العالم طب أهمية انعقاد هذا المؤتمر يا دكتور في مصر ودلالة هذا الانعقاد الدلالة واضحة جدا أن مصر في الفترة الأخيرة خاصة بعد ما ابتدت تملك زمامها وخروجها من محن كثيرة مصر النهاردة أصبحت قبلة القصاد في العالم يتطلعوا إليها سواء يعقدوا مؤتمرات سياسية زي مؤتمر شرم الشيخ اللي عقد مؤخرا ما بين القادة الأفريقى والأوروبيين واللي كانت لاند مارك كانت أحدوثها أوروبا اللي كانت تعاندنا في حاجات في أشياء كثيرة جاية برؤساءها لحد أرضنا علشان يعقد اجتماع عظيم يجمع قادة أفريقيا مع قادة أوروبا مصر قبلة القصاد الآن في نشاطات عديدة فلما النهاردة الجهود الضخمة اللي تمت خلال الأربع سنوات الماضية في مجال الطاقة الكهربية مجال الطاقة عموما والطاقة الكهربية على وجه الخصوص خلت الناس كلها تتطلع إلى مكانة مصر وبالتالي أن مصر تحتاز على أرضها هذا المحفل الدولي الضخم في شبكات القوى الكهربية ده معنى أنها صار لها دور مؤثر جدا في منطقتها الإقليمية وأيضا في العالم نعم أهمية هذا المؤتمر لمصر يعني هنستفيد إيه من انعقاد هذا المؤتمر في مصر هنتكلمنا عن الدلالة الأهمية هنستفيد منه إزاي المؤتمر الحقيقة القضية المحورية اللي كان بينقشها هذا العام أو في دورته المعقودة الآن على الأرض المصرية هو بيركز على إزاي الشبكات الكهربية تستطيع أن تستوعب التوليد من الطاقات الجديدة والمتجددة التوليد الكهربية من الطاقات الجديدة والمتجددة بيعمل مشكلة جديرة قوي خصوصا على النطاق الكبير لأنها مش توليد كهربية مستمرة هو توليد كهربية متقطع وتوليد كهربية مترجح متقطع الشمس والريح الريح ممكن تبقى دلوقتي موجودة بسرعات عالية وبعد نقيقة ما تبقاش في ريح الشمس تطلع الصبح الساعة ستة وضغيب الساعة ستة مساء مترجحة تبقى ضعيفة جدا أول ما تشرق الساعة 12 تبقى في قمة القوة بتاعتها وبعدين تنخفض قوتها مرة تانية أو شدتها فتضعف تضعف تضعف تبدأ ضعيفة وتبلغ الزروة ثم تنتهي ضعيفة ده بالنسبة للشبكات الكهربية مشكلة لأنه يخلي ما فيش استابيليتي ما فيش استقرارية في الشبكة النهاردة في تطبيقات بقى تحت مسمى الشبكات الذكية دخل التطبيقات تستوعب التوليد الضخم من الطاقات الجديدة والمتجددة دون أن تؤذي استقرارية الشبكة ويبقى في الحالة دي إحنا قادرين بشبكاتنا الموجودة بعد تطويرها من خلال النظم الرقمية حضرتك سمعتني في التقرير نعم التحديث الرقمي فدخل بقى تكنولوجيا المعلومات لما تتركب مع الشبكات تبدأ تحل مشكلة الترجحات والتزبزبات الحادثة لما تجيب قوة كهربية ضخمة وتدخل على الشبكة بشكل متقطع أو بشكل مترجح فالشبكات الذكية النهاردة بتحل المشكلة دي نعم فإذا الحقيقة ده بالنسبة لماسر مهم جدا هو مهم بالنسبة لماسر لكن إحنا ما عندناش ده يا دكتور يعني إحنا دلوقتي على أعتاب مصادر متعددة للطاقة سواء كانت من الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية فكرة دخول ده على الشبكات الموجودة بالفعل وإحنا عندنا نظام هو بالفعل موجود بألو سنوات إلى أي مدى الشبكات بتاعتنا مستعدة لاستقبال الطاقة المتجددة إحنا بنتور النهاردة دي أنا أقولت سيادتك القيمة الحقيقية لهذا المؤتمر مصر مقبلة على أن تستوعب شبكاتها خدرات كبيرة من الطاقات المتجددة إنها الآن إحنا عندنا 1200 ميجا وات رياح متركبة عندنا حوالي 170 ميجا وات من الخلايا الشمسية الفوتوولتية وهتزيد بسرعة جدا خلال فترة وجيزة من الزمن تتجاوز الأربعة ألاف ميجا خلال ثلاث أربعة سنين عندنا طاقة شمسية مركزة أو مركزة المركزات الشمسية عندنا جزء منها فأنتي عندك طاقة فوتوولتية طاقة رياح طاقة شمسية مركزة ده كله معناه إن الشبكة المصرية بتفتح أبوابها لاستقبال توليد كبير من الطاقات المتقطعة والمترجحة نعم قيمة المؤتمر إنه بيفتح أفقه أمام صارع القرار المصري إنه يستفيد من المنتجات أو المستجدات اللي أبداعتها التكنولوجيا في مجال الشبكات الذكية إحنا علشان بنبتدي نطور وإنا عارف بالفعل إن وزارة الكهرباء بدأت من مدة مش من النهاردة في استدخال مفهوم الشبكات الذكية على كل الشبكات المصرية المسألة دي ما حتطلها مدى زمني لتطوير الشبكة إحنا كمان بنعمل النهاردة وزارة الكهرباء ماشية في تحديث مدهش بتعمل شبكة موازية للشبكة القائمة إحنا عدنا الشبكة القائمة كانت العصب بتاعها خط 500 كيلو فولت وصل من أسوان القاهرة اللي هو من السد العالي اللي هو من السد العالي القاهرة والعصب ده قامت عليه الشبكة الكهربية لحد سنوات قليلة مضت النهاردة بنعمل شبكة 500 كيلو فولت موازية عشان تشيل الشبكة وتجددها وتبس فيها شبابها مرة تانية وتخليها قادرة على التجاوب للقدرات الضخمة اللي هي النهاردة بتدميني في كل مكان فمفهوم الشبكات الذاكية بقى يستوعب كل التوليد من الطاقات المتجددة أيضا لشان كده مصر بتستفيد جدا من هذا التطبيق بتستفيد من مقراجات المؤتمر على الصعيد التكنولوجي والعلمي والفني ومن هنا تيجي قيمة أن يكون على الأرض المصرية وتحتضنه وهي على أبواب هذا لاستقبال الضخم لتوليد كبير جدا من الطاقات المتجددة طيب دكتور ماهر هل الدول الأخرى والخبراء بيتيحوا المعلومات كده بسهولة للآخر يعني فكرة الحصول على الأبحاث ونتائجها وتطوير الشبكات دي مش بتعتبر حقوق أو ملكية فكرية لأصحاب هذه الأفكار ده ميزة وجود منظمة زي منظمة السجرين منظمة علمية تطبيقية في شبكات القوى الكهربية بتتيح هذا الحراك العلمي والتكنولوجي والتبادل والتلاقي وإن كل مخرجات المؤتمر تبقى متاحة للجميع فأدي قيمة وجود محفل علمي تكنولوجي زي المؤتمرات الدولية الكبرى في مجالات الطاقات نعم أنا حذهب دلوقتي لمتابعة موجز لأهم أخبار الساعة مع الزميل أشرف عبد العاطي ثم نعاود الحوار مع الدكتور ماهر عزيز الخبير الدولي في مجال الطاقة ابقوا معاك مشاهدين الكرام أجادة تحية بحضرتكم في وقفاتنا الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة واسمحوا لي أجدد التحية فيها بضيف الدكتور ماهر عزيز الخبير الدولي في مجال الطاقة أجدد التحية بحضرتكم أهلا بك يا فاندر كنا نتحدث قبل موجز أخبار الساعة عن المؤتمر الذي تصطديف القاهرة حاليا مستقبل شبكات الكهرباء التحديات والفرص التحديات والفرص يا دكتور ما هي التحديات التي تواجه هذا القطاع على الأقل في مصر وما هي الفرص المتاحة أولا هي التحديات على النطاق الإقليمي كله موجودة فلو شفنا التحديات إحنا قدامنا شبكات الرابط الكهرباء أو شبكات الكهرباء داخل الدول وبعدين لما يحصل تعاون إقليمي ويبقى فيه ترابط أول حاجة أول تحدي بتقابله تحدي الأمن أنت لازم علشان يحصل تكاتف للجهود في مجال الشبكات الكهربية لازم يبقى فيه استقرار أمني نعم وإحنا فاكرين أن فيه أبراج الكهرباء اللي كانت بيكم تحطمها لما بتتفجر الأبراج ممكن نفقد من محطة واحدة الكريمات لما الأبراج اللي خارجها اللي شايلة الطاقة شايلة الترانسميشان لاينز اللي هي خطوط نقل الطاقة اللي تخرج من المحطة بتلات تلاف ميجاوات لما الأبراج نهارت اتقطع من الشبكة تلات تلاف ميجاوات في لحظة نعم أنت عندك مناطق زي أفريقيا لما تفكري في الربط الكهرباء الأفريقي مثلا هتجدي أن فيه قلاق السياسية موجودة في حتة كتيرة نعم طيب إحنا لازم القلاق السياسية دي تتحل عشان نأمن التعاون في مجال الطاقة لأجل السلام لأن الطاقة هي أساسا لأجل الرفاهية والأجل التنمية الاقتصادية والأجل إيجاد فرص عمل والأجل نهضة الاقتصاد طيب ده كله عايز عايز أوضاع أمنية مستقرة فدي أول تحدي بيواجه النقطة دي الأمن التحدي الثاني قصور البناء السياسي الأساسية الانتراستركشور في حالات كثيرة تبقى مش عارفة تمدي الخطوط لأنه عندك غابات عندك مستنقعات إحنا عاوزين تحتاج تأمين البنية الأساسية فانت يعني فيه تحديات من زوايا الأمن ومن زوايا البنية الأساسية أمام امتداد الشبكات التمويل لازم يبقى فيه مصادر للتمويل لأن المشروعات دي بتحتاج استثمارات ضخمة جدا فالتمويل نقطة حرجة جدا وبتظل دايما تحدي أمام نمو الشبكات الكهربية ونمو طبعا الإمداد بالطاقة بشكل عام فيه كمان تحدي إذا بقى تحدثنا عن الربط الإقليمي وفكرنا في الربط الأفريقي ونصر ماشي بقوة في الاتجاهات دي فيه عجز إداري موجود في أجهزة كثيرة تحت مسمى البيروقراطية فانت محتاجة أنه برضو عقلية إدارية جديدة ومنظور إداري ومؤسسي جديد علشان يتيح كل العقبات البيروقراطية نستطيع أن نتغلب عليها وننهض فاحنا عندنا مجموعة من التحديات مثل هذه لكن في المقابل فيه فرص كبيرة جدا أول هذه الفرص أنه بيتيح مجال التعاون في الشبكات والإمداد بالقوة الكهربية طرح رؤى والسيناريوهات جديدة للمستقبل الرؤى والسيناريوهات للمستقبل بتعزز أمن الطاقة عدالة توزيع الطاقة استدامة الطاقة إحنا عندنا السيكوريتي والجاستيس والساستينابيليتي والاستدامة إحنا عندنا فرصة في هذا المجال لتعاون ضخم جدا لأجل طرح رؤى والسيناريوهات للمستقبل تعزز السيكوريتي والساستينابيليتي والجاستيس جاستيس يعني وصول الطاقة إلى كل إنسان بالقدرة التي يستطيع أن يدفع بها تمنه تمنها عشان كده الفرصة التانية إن إحنا نستشرف فرص الأعمال والموارد والتكنولوجيات إنت عندك فرص جديدة النهاردة الشبكات الزكية فرصة جديدة للتكنولوجيات لتطبيقها على نحو يعزز مكاسب كبيرة جدا إيه بقى المكاسب الأساسية اللي يتطل عليها دايما مجتمع الطاقة ثلاث حاجات رئيسية حاجة بيسموها الإتاحية إن الطاقة تبقى متاحة availability إن الطاقة يمكن الوصول إليها accessibility بيسموها النوالية قدريتي على نوال الطاقة وبعدين إن أنا أخدها بشكل مقبول اجتماعيا فالمعيار الثالث accessibility اللي هي المقبولية فأنت عندك هنا فرص للتكنولوجية لتنمية التكنولوجيات والموارد لتعزيز الإتاحية والنوالية والمقبولية الاجتماعية للطاقة دي فرص كلها متاحة عندنا أيضا في حلول سياساتية لتأمين رفاهية إحنا عندنا من خلال هذا التعاون بيطرح على طول حلول مشتركة يعني مصر لما هتربط مع السودان وهتربط مع أسيوبيا وبعدين تنزل إلى شارق وجنوب أفريقيا تربط مع دول الكوميسة الكوميسة كلها مربطين ببعض واخدباء حضرتك فإحنا بس وصلة تجي نجيبها من السودان وأسيوبيا ونرتبط بالكوميسة نبقى ارتبطنا بكل شارق وجنوب أفريقيا طب ده ممكن يدينا إيه يدينا احتواء للمعضلة السلسية اللي أنا اتكلمت عليها ويدينا تأمين الطاقة المستدامة لأفريقيا فالرابط بيعمل مدخل كبير بيعمل كمان فرصة كويسة جدا لاستفادة بالمصادر الضخمة والهائلة الموجودة في بعض الأماكن ومحدش بيستفيد منها زي مثلا عندنا حوالي المصاقة المائية على الهضب الأسيوبية يمكن توليد 48 ألف ميجاوات منها المصاقة المائية على الكونجو واخد بلحظة الكونجو الديمقراطية كان زمان اسمها الكونجو برازابيل بتدي 60 ألف ميجاوات من الطاقة المائية حتى الآن لم يستخدمها أحد طب ده معنا إيه ده من خلال الشبكات الكهربية لما مصر عندها مشروع للضبط بأوروبا من عن طريق كريت بقبرص وليونان وأوروبا كلها مربوطة كشبكة فمجرد الضبط بقبرص وليونان يربوطنا بالشبكة الأوروبية كلها يبقى كل الطاقة النظيفة دي تطلع من وسط أفريقيا من خلال مصر لأوروبا وتحصل عليها أوروبا بتمن معقول جدا ولكنها طاقة نظيفة وطاقة حافظة للبيئة وحافظة للتنمية المستدامة طب دكتور مهر يعني يمكن الكلام ده بيأخذني لسؤالين السؤال الأولاني أفريقيا محتجاني لي وهي عندها المصادر دي ولم يستغلها أحد حتى الآن يعني الكونغو وإسيوكيا ممكن أن يتم استثمار هذه الطاقة لديهم من غير ما يحتاجوا أن هم ياخدوا طاقة من مصر وعمل ربط الكهربائي معها لا الحقيقة هم محتاجين لمصر بشكل كبير أوي لأن مصر تستطيع أن تقدم يدها بالعون والمساعدة والعلم والتكنولوجيا في أفاق عديدة مثلا مصر تستطيع أن تقدم خدمات لأفريقيا في دراسات استخدامات الأرض إحنا عندنا قدرة كبيرة خبرة أكثر من 50-60 سنة في اختيار المواقع الملائمة للمشروعات في اختيار المسارات الملائمة لخطوط النقل الكهربي فأنت عندك استخدامات الأرض مصر تقدر تقدم فيها خبرة دراسات مشروعات توليد القوى الكهربائية والشبكات مصر عندها خبرة عظيمة تستطيع أن تمد القارة الأفريقية بمثل هذه الخبرات استقرار الشبكة نحن عندنا دراسات مستفيدة وعندنا خبرة عظيمة في شبكتنا المصرية إحنا قادرين على نقل الخبرة دي لكل الدول الأفريقية عندنا أيضا قدرة على تقييم الموارد إحنا بنقيم موارد الطاقة بشكل يسمح باستغلال حزمة الطاقة كلها مصر قدرتها على أنها تطور تقييم المصادر وتمزل فيها الدراسات العلمية المطلوبة والرؤى الاستراتيجية المطلوبة لخلق مزيج من الطاقة لكل دولة إحنا نستطيع أن نمد الخبرة دي بشكل كويس جدا ونساعد الدول على تكتشف إمكانتها وتكتشف قدرتها والموارد المتاحة عندها ولم يستخدمها حتى الآن الطاقات الجديدة والمتجددة لها مجال ضخم جدا في أفريقيا لأن السطوع الشمسي في القارة الأفريقية مدهش في أماكن كثيرة وأيضا حركة الرياح وصدعتها في أماكن كثيرة ماس بتقدر تساعد الدول على رسم أطلس الرياح وأطلس الطاقة الشمسية زي ما عملنا على أرضنا بل أكثر من ذلك في التكنولوجيات وإنشاء المشروعات كلها طب دكتور مهر فيه سؤال تاني يعني أنا قلت لحضرتك هم سؤالين السؤال التاني هو إحنا كنا فين من أربع أو خمس سنين بنفتكر إن النور كان بيطقطع وكنت بقول لحضرتك أثناء موجز أخبار الساعة إن النور كان بيطقطع بالساعات متقطعة ممكن لكن كنا في اليوم الواحد بنقعد أكتر من عدد من الساعات بدون كهرباء النهاردة إحنا بنفكر بربط كهربائي مع دول أفريقيا ودول الإقليم النقلة دي حصلت الزي إحنا انتقلنا نقلة مدهشة وأنا بتمنى أستاذ المشاهدين وكل الجمهور المصري يفكر فيها كويس أوي إحنا انتقلنا من عجز قدره 6000 ميجا واط في الإمداد بالكهرباء يوميا إلى وفرة قدرها 14400 ميجا واط موجودة النهاردة بين إيدينا تغطينا 34-5 سنين جاية وتساعدنا في مشروعات الربط الكهربائي حد كان يتخيل أنا عايز الناس بس تاخد بالها من حاجة مهمة أوي إن كان فيه إرادة سياسية بصيرة استطاعت أن ترى وأن تضع الإمكانات وأن تضع الخطط اللي تخلينا في وقت وجيز جدا نعمل جهد ما عملناه مش في 30 سنة إحنا أضفنا للقدرات اللي كانت موجودة حتى سنة 2014 فاربع سنين سبعين في المية من اللي تأنشئ في مصر على 35 سنة اللي عملناه في 35 سنة فاربع سنين ضفنا سبعين في المية منه هذا إنجاز الناس بس لو تفكر فيه هتعرف أدئي الإدراك السياسي كان إدراك وطني عظيم وأنه استطاع أنه يواجه كل التحديات تحديات التكنولوجيا تحديات التمويل تحديات التنفيذ أديكي بس مثال بعض الأرقام البسيطة أوي في الثلاث محطات الدرة المركبة اللي موجودة في غياضة وبنسويف في غياضة وبنسويف والبرولوس والقاهرة العاصمة الجديدة اللي هي 14400 ميجاوات دي الاستثمارات اللي فيها 6 مليار يورو الساعات العمل اللي بزلت فيها 66 مليون ساعة عمل العمالة اللي اشتركت فيها 19 ألف عامل اشتغلوا في وقت صغير جدا المشروعات اللي تشعرين في 4 سنينية عملت في سنة ونص واخد بالحديد الوفر اللي حاصل سنويا باستخدام الدورة المركبة ومن توفير الوقود 1.3 مليار دولار سنوي وفر من استخدام تكنولوجي الدورة المركبة مين كان يصدق ان الانجاز ده كله يحصل في 4 سنين وان الارقام دي كلها تشارك في نهضة ضخمة ونقلة في 4 سنين من 6000 ميجاوات عجز الى 14400 ميجاوات وفرة فالحقيقة لا خطيرة جدا ده اللي خلى الناس جاية النهاردة تعملوا المؤتمر فأرض مصر ده اللي خلى الناس النهاردة تطلع لمصر كمركز محوري للربط الكهرابي يمينا ويسارا وشمالا في أوروبا وفي العمق الأفريقي ده اللي خلى مصر قبلة القصاد وقبلة الأنظار في كل ده ده مش جاي من فراغ دكتور ماهر سؤالي الأخير ايه المزايا الرابط الكهرابي الربط الكهرابي الحقيقة ليه مزايا مهمة جدا ليه مزايا مثلا على الصعيد التكنولوجي على الصعيد التكنولوجي هناك تفاوت في أوقات الزروة بين دولة والتانية لما تربطي الوفرة أثناء انخفاض الزروة عندي وفي حد تاني جنبي الزروة عالية يعني ديكي مثال احنا هنربط ان شاء الله مع المملكة العربية السعودية وبفرط بيها بنربط بكل دول مجلس التعاون الخليجي لأن كلهم مربطين فاحنا بس نربط مع السعودية بقربط ما معهم كلهم احنا عندنا وقت الزروة من الساعة 6 مساء للساعة 11 بالليل في السعودية وقت الزروة ووقت الظهرة نعم فاحنا وقت الظهرة ما عندنا الزروة لكن عندنا وفرة في الشبكة فنقدر نديها 3000 ميجا من اللي احنا مولدين وموجود في الشبكة نستفيد بي بدل ما يبقى احتياطي دائرة لا يروح على هناك طب احنا بقى بعد الزهر احنا الزروة هي تقدر تدينا مرة تانية 3000 دولة من غير ما نشغل وحدات توليد الزيادة من غير ما نستهلك وقود زيادة فأول حاجة تفاوت وقت الزروة يسمح بالتبادل الحاجة التانية بتساعد بالشكل ده على استخدام لاحتياط الدائر بطريقة اقتصادية نعم لانه قادر استفيد منه الحاجة التالتة بتعزز بالشكل ده اقتصاديات التشغيل ده على المستوى الفني على الصعيد البيئي كل وفر في وقود كان ممكن احرقه عشان يديني كهربة بس انا وفرته عشان قادر اتبادل بدل مولد كل وفر في الوقود المستخدم معناه وفر في انتاج غازات الاحتباس الحراري ومعناه فايدة بيئية عظيمة نعم واخد برحل ريتك فدي نقطة مهم قوي طب على الصعيد السياسي الرابط الكهرامي بيعزز التعاون بين الدول ويعزز الاستقرارية ويعزز الامن والامان لاننا لازم احافظ على الخطوب دي مندودة بين الدول فهتلاقي باستمرار المعايير دي ابتدت تبقى واضحة واكثر وضوحا ده بالنسبة للمصر بقى يعزز دور مصر كمركز محواري لتبادل وتجارة الطاقة لان احنا مربطين شرقا مربطين غربا هنربط شمالا بنعمل مشروعات الربط جنوبا مصر الربط الكهرامي بيعزز جدا مكانتها كمركز محواري لتبادل وتجارة الطاقة زي ما هي مركز محواري لتبادل البترول والغاز اه الطاقة الكلية على مستوى الطاقة الكلية ايضا على مستوى الطاقة الكهربية نعم انا بشكر حضرتك بنهاية هذا اللقاء الدكتور ماهر عزيز الخبير الدولي في مجال الطاقة بشكر حضرتك على كل هذه المعلومات العبطة مشاهدين متواصلون معكم في وقفة حوارية ثانية ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة